موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم على الهواء مباشرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود القارة السوداء إفريقيا يزداد بريقها وتلألؤها يوما بعد يوم بذهبها وألماسها ونفطها ومعادنها وموقعها الجغرافي وشعوبها المستكينة التي يأكلها الجوع والفقر والمرض والحروب فتكالبت عليها القوى الكبرى كل يحاول أن ينال من خيرها بينما الجياع الحفات العرات من أهلها لا يجدون ما يسد الرمق أو يستر الجسد وبعد عصور طويلة كانت السيطرة فيها على إفريقيا للجيوش الأوروبية من بريطانية وفرنسية وإيطالية وألمانية وبلجيكية وبرتغالية دشنت الولايات المتحدة الأمريكية في الأول من أكتوبر الماضي وجودها العسكرية رسمية في إفريقيا عبر القيادة العسكرية الإفريقية الأمريكية أفريكوم بعدما أصبحت القارة السوداء تمثل أهمية استراتيجية كبرى للولايات المتحدة كما تمثل لأوروبا غير أن شريكا ثالثا آخر دخل بقوة إلى إفريقيا هو الصين وبينما تتنافس الدول الإفريقية على من يحظى برضى الولايات المتحدة لتتخذ أفريكوم مقرها فيها فإن خيرات القارة كانت ولا زالت منذ عشرات السنين لغير أهلها الأفارقة الذين ينهشهم الفقر والجوع والحروب المدمرة التي تشعلها الدول المستعمرة فالثروة النفطية والمعدنية في إفريقيا أسالت لعاب الجميع وفي هذه الحلقة نحاول فهم ما يحدث من صراعات على النفوذ في إفريقيا بين الكبار الولايات المتحدة وأوروبا والصين وحجم الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية التي تتنمى لإفريقيا وأبعاد التدخلات الغربية في القرن الإفريقي ومشروعات التفتيت والتقسيم والتفكيك والتركيب الجديدة لبعض دول القارة مع ضيفنا الدكتور حمدي عبد الرحمن حسن خبير الشؤون والدراسات الإفريقية ولد في محافظة المنوفيات في مصر عام 1960 تخرج من قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1982 بتقدير امتياز حصل على الماجستير من جامعة القاهرة عام 1985 وكانت أطروحته حول العسكر والسياسة في إفريقيا ثم حصل على الدكتورة عام 1990 من جامعة القاهرة وميرلند في الولايات المتحدة حول الأيدولوجية والتنمية في إفريقيا قام بالتأليف والمشاركة في 19 كتاباً معظمها عن إفريقيا من آخرها إفريقيا وتحديات عصر الهيمنة أي مستقبل ولمشاهدين الرغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا على أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر تبعاً على الشاشة أو يكتب إلينا عبر موقعنا على شبكة الانترنت www.aljezere.net دكتور مرحباً بك أهلاً بك يا سيد الحمد في نوفمبر من العام الماضي عقدت القمة الإفريقية الصينية في بكين هيو جنتا ورئيس الصين قام بجولة إفريقية في يناير وفبراير وقبلها قام رئيس الوزراء بجولة مشابهة في مارس عقدت القمة الإفريقية الفرنسية في مدينة كان الفرنسية في يونيو قام تونيبلير بجولة في إفريقيا تبعته إنجلا ميركل في أكتوبر في ديسمبر الماضي عقدت القمة الإفريقية الأوروبية في لشبونة في البطغال ما هذا البريق الذي يجذب الجميع إلى إفريقيا؟ يعني أعتقد أنه ده بيعكس تزايد الأهمية الاستراتيجية للقارة الإفريقية الحقيقة بعد انتهاء الحرب الباردة ظهرت مقولة خاطئة هو تهميش القارة الإفريقية على حساب الاهتمام بدول شرق أوروبا ودول الاتحاد السوفيتي السابق لكن ظهر بعد ذلك أن أفريقيا تتربع في التفكير الاستراتيجي العالمي وبصفة خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر سنة 2001 الدليل على ذلك أنه في مؤشراتك التي ذكرتها حضرتك أنه هي في مركز الدبلوماسية العالمية يعني لا يخلو شهر إلا وتجد يعني مسؤول غربي أو شرقي أو حتى من أمريكا اللاتينية يزور القارة الإفريقية ما هي عوامل الجذب التي جعلت هؤلاء يتجهون جميعا إلى القارة وبهذه الكثافة وبهذه القوة؟ أول عامل هو النفط الأفريقي ليس فقط النفط وإنما الموارد الأخرى أفريقيا غنية جدا بالنفط يعني حوالي 8 إلى 10% من الاحتياط العالمي من النفط موجود في القارة الإفريقية لكن طبعا هذا ممكن ينظر إليه على أنه ليس كمية كبيرة لكن هناك اكتشافات متجددة يعني مثلا من سنة 2000 تلت الاكتشافات الجديدة في العالم موجود في القارة الإفريقية معنى ذلك أن هذا مرشح للزيادة ممكن يزداد لأنه نحن نقول الاكتشافات المعروفة حتى الآن فيمكن أن تكون هناك اكتشافات جديدة أضف إلى ذلك أنه من سنة 2005 وحتى الآن تشكل الأفريقيا حوالي 20% من إجمال الطاقة الإنتاجية العالمية في أي شيء؟ بمعنى أن الإنتاج العالمي الجديد 20% منه يأتي من القارة الإفريقية لكن ما الذي يمثله هذا؟ وهذا خلال سنتين فقط الذي يمثله هذا أنه أدى إلى تنافس جديد على القارة الإفريقية أنا أريد أن أشير إلى كتاب مهم أصدره المؤرخ والصحف الأمريكي جازفينيان جون جازفينيان اسمه التكالب الاستعماري على النفط الأفريقي نوع من التكالب الجديد ليس في شكل كما حضرتك قلت في المقدمة جيوش أوروبية وإنما في شكل الحصول على العقود النفطية والاستثمار النفطي في الدول الأفريقية لكن دعني أقول أن النفط الأفريقي له مزايا كبيرة جدا ما الذي يتميز به عن النفط الشرق أوسطي أو النفط في دول بحر قزوين النفط الأفريقي يسموه نفط من النحق زوجودة عالية بمعنى أنه لا يحتاج إلى وقت كبير في عملية التكرير وبالتالي أفضل حتى من نفط الخليج أفضل من نفط الخليج ومن نفط الشرق الأوسط بشكل العام الأمر الثاني أنه النفط الأفريقي قريب من موانئ التصدير الأوروبية يعني أغنى منطقة في إفريقيا هي منطقة خليجيني نيجيريا وهجميني طب لأن حتى نضع المشاهد في شكل رتبنا بعض الخرائط حتى يعيش في الصورة الخريطة الأولى بتظهر إفريقيا من بين دول العالم وعملية التكالب أو التوجه التام يعني بالنسبة لهذه الخريطة هنجد أنه في قوة أخرى جديدة يعني ليست القوة الاستعمارية التقليدية التي هي متمثلة في الدول الأوروبية وإنما أمريكا دخلت إلى المعترك في التنافس الدولي على إفريقيا وكذلك قوة أسيوية صاعدة أبرزها الصين يعني الصين ماليزيا الهند وحتى روسيا دخلت إلى المجال فإذن أصبح هناك تنافس عالمي جديد على القرى الإفريقي لكن إذا عودنا مرة أخرى إلى النفط الأفريقي عندي جدول أيضا باحتياطات إفريقيا النفطية وهذا من العام 2006 ليبيا 35% ناجيريا 31% الجزائر 11% أنجولا 8% السودان 5% ودول أخرى 10% والاحتياط الكل حسب إحصاءات 2006 يقول أن إفريقيا بها 117.2 بليون برميل من النفط طبعا هذا زي ما قلنا أنه فيه اكتشافات نفطية جديدة وميزة النفط الأفريقي أنه بيقع في المناطق المياه العميقة يعني ليس في الداخل وده بيمثل ميزة أيضا ليه؟ لأنه حتى لو كان هناك حروب وصراعات لأن البعض يقول لك أفريقيا مليئة بالحروب وبالصراعات وبالتالي هي غير آمنة وغير مستقرة السروة بره لا لا السروة بره وبالتالي أنت بتحط على شاحنات وناقلات النفط من غرب أفريقيا تصل إلى موانئ الولايات المتحدة في ظرف أسبوعين عندي آخر خريطة التي تبين دول الساحل الغرب الإفريقي الغنية أيضا بالنفط الجزائر موريتانيا غينيا بيساو غينيا سيراليون ليبيريا غانا توجو غينيا الاستوائية الجابون لو تظهر هذه الخريطة آخر خريطة خريطة الدول الساحل الغرب المواجهة مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية وهي أغنى مناطق النفط المنطقة اللي يشوفها المشاهد اللي هي تمثل منطقة خليج غينيا من ساحل العاج وحتى أنجولا هي منطقة غنية جدا بالنفط وده اللي بتركز عليها الولايات المتحدة الأمريكية حتى أنه في الاستراتيجية الأمنية الأمريكية لما يجي نشوفها بعد ذلك خصصت ما يسمى بحماية خليج غينيا من الناحية العسكرية حتى أنها تفكر في إنشاء قاعدة عسكرية في منطقة سوتومي وبرنسيب على غرار قاعدة دييجو جارسيا إذن لحماية النفط وأنا أشير هنا إلى خطاب الرئيس بوش في حالة الاتحاد سنة 2006 أي العام الماضي وعد فيه بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تخفض من استيرادتها النفطية من الشرق الأوسط بنسبة 75% وفي التالي سوف تزيد من صادرات من واردتها من النفط الأفريقي بحلول عام 2010 أي بعد سنتين بنسبة 25% أنا عندي تقرير غريب جدا ربما لا ينتبه له كثير من الناس هو أن الولايات المتحدة في الوقت الذي استوردت فيه في العام الماضي 25% من احتياجتها النفطية الخام من المملكة العربية السعودية استوردت من نيجيريا 22% يعني تقريبا نسبة مشابهة يعني أو مساوية لما أخذتها من السعودية وكانت 11% قبل كانت 11% في عام 2001 يعني تضعفت خلال الفترة هذه ده بيعكس التوجه الذي نتحدث عنه الآن أنه مزايا النفط الأفريقي أنه بعيد عن المشاكل التي يشهدها شرق الأوسط بعيد عن يعني مثلا لو خدنا خط باكو تبليسي سيحان اللي هو بينقل البترول من منطقة أزربيجان وأرميني وجورجيا وهذه منطقة بحر قزوية هذه منطقة مضطربة وفي خط كبير لكن ميزة في الأنابيب وهناك مشاكل في الأنابيب ومسارات كثيرة إنما النفط الأفريقي بتحطه في الشاحنات من موانئ التصدير ويصل إلى المناطق في أوروبا بالنسبة للسواحل الأمريكية أسبوعين يعني هذه فترة زمنية قصيرة جدا أعتقد دي ميزة كبيرة ليس النفط وحده على فكرة هو السبب الأساسي لكن أفريقيا لو ننظر إلى الخريطة العامة التي نرى في الأول تجد أن أفريقيا محاطة بالمياه من كل جانب يعني هذا يعطي موقعا استراتيجيا مهما جدا بالنسبة للقرى الأفريقية أنا عندي هنا خريطة أفريقيا في منظومة الدفاع الأمريكية رقم أربعة لو خريطة رقم أربعة تظهر ربما تعطي شكل أكبر أن كيف أن الولايات المتحدة من الناحية الأمنية كانت تنظر إلى أفريقيا هذه الخريطة يعني طبعا المشاهد يعلم أنه التفكير الأمني للولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية قسم العالم حسب المناطق الجغرافية يعني وعمل قيادات عسكرية فكان حتى يناير من العام الحالي كان فيه خمس قيادات عسكرية كبرى القيادة الشمالية الخاصة بأمريكا الشمالية القيادة الجنوبية خاصة بأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية ثم القيادة الوسطى التي فيها الشرقين الأدنى والأوسط ثم القيادة الأوروبية وقيادة المحيط الهادي هنا نظرا كانت أفريقيا مقسمة إلى ثلاث قيادات مركزية عسكرية أمريكية مصر ودول شرق إفريقيا كانت تابعة للقيادة الوسطى التي تدير الآن الحرب في العراق وأفغانستان 27 دولة تتبع القيادة الوسطى تتبع القيادة الوسطى ثم حوالي 43 دولة إفريقية تتبع القيادة الأوروبية المقررة في شتوتجرد في ألمانيا ومدغشقر تتبع والجزر المحيطة بها تتبع القيادة المحيط الهادي وجدت الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا التحول في الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا إنها تنشئ قيادة مستقلة خاصة بإفريقيا وبالتالي تصبح جميع الدول الإفريقية باستثناء مصر إنها وجدت أن مصر أقرب إلى القيادة الوسطى وإلى منطقة الشرق الأوسط فأصبحت يعني هنا السؤال المهم باستثناء مصر أفريقيا التي أعلن رسميا عن تأسيسها في الأول من أكتوبر الماضي كل الدول الأفريقية معدى مصر مساعد وزير الدفاع الأمريكية ريانة هنا في تصرحات مشاركة في 13 يوليو قال إن سبب استثناء مصر يعود إلى بعض الاعتبارات الدبلوماسية والإدارية العملاتية ولم يوضح هذه الأسباب وقال أن مصر ستتظل على علاقة بالقيادة الوسطى وأفريقيا ربما تكون لها علاقة بالمستقبل مصر بشكل خاص لماذا؟ لا أنا عاوز أقول الأهداف الحقيقية لأفريقيا مش بس مصر لماذا؟ هي أولا النفط ده متغير اللي احنا قلناه أنت عاوز تحمي النفط اللي موجود في شرق أفريقيا والنفط اللي موجود في خليج غينيا في منطقة الغرب الإفريقيا ثانيا منطقة الساحل اللي هو ساحل الصحراء ابتداء من السودان الغرب آآ الزرق هذه الخريطة اللي بتبين كيف أن أفريقيا تتبع كل أفريقيا معدى مصر آآآ كل أفريقيا معدى مصر ونلاحظ هنا أن النفط هو عام الأساسي عشان الأفريقيا يعني الأمر الثاني هو قضية الصين لأن لاحظ أن الصين لها وجود كبير جدا سوف نتطرق إليه لاحقا فهنا أحد الأهداف الأساسية لأفريقيا هي مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في القرى الإفريقية لكن فيه هدف ثالث مهم هو مواجهة المد الإسلامي الموجود في أفريقيا لاحظ هنا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول عزل الشمال الإفريقي أي الإسلام العربي في شمال إفريقيا عن الإسلام الأفريقي لماذا؟ الحاجز هنا هي عشان تفتيت عملية تفتيت وعدم خلق علاقة بين الطرفين هو الجنرال ويليام وورد اللي تولى مهم القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا قال في شهادته اللي أدل بها في الكونجرس قبل تولي منصبه في الأول من أكتوبر إن مهمة القوات الأمريكية في إفريقيا إنسانية بالدرجة الأولى وأن دور هذه القوات هو منع انتشار الإرهاب والمساعدة على توصيل المساعدات للقرى وإعادة تأهيل القوات الأمنية لهذه الدول وكل هذه أسباب مفتوحة وغمضة هذه التبريرات نحن نعتاد عليها حتى في تحليل الاستراتيجي الأمريكي لا يخفو الأسباب الحقيقية يعني حتى أحد المسؤولين في البنتاجون قال النفط النفط الأفريقي هو أساس إنشاء أفريقيا ونقطة الإرهاب هذه هي غطاء لكل ما يعتبر شيء إسلامي يعني طبعا هو ضمن الاستراتيجية الأمريكية في سنائية في الأهداف الهدف الأول هو النفط وتأمين مصادر النفط والموارد المعدنية التي تزخر بها معنى كده أنهم يمكن يقولوا للخليج خلال خمس سنين مع السلامة يعني هو خلال هو يبدأ أنت لو تنظر إلى المؤشرات وإلى تصريحات الأمريكيين هتجد أنه فعلا فيه تزايد في الاعتماد على النفط الأفريقي كعكة كبيرة وكانه غفل منها وزي ما حضرتك قلت يعني أنه هنا مكلف في الخليج عنده حرب في العراق عنده حرب في أفغانستان عنده مشاكل في أسيا الوسطى عنده خطوط الإمداد عنده إيران بتهدده فربما يلجأ إلى ما هو لكن هو عنده هدف آخر في أفريقيا أفريقيا نتيجة ضعف الدول فيها هي عرضة للاختراق من قبل التنظيمات الإسلامية التي تراها الولايات المتحدة معادية لها وده اللي يفسر لنا إنها مثلا بتعمل تدريبات عسكرية انطلاقا من قعدتها في جيبوتي مع قيادات أركان الجيوش اللي موجودة في دول الساحل تحت ما يسمى مبادرة حماية الساحل ومبادرة حماية خليج غينيا في غرب إفريقي وكانت من ضمن هذه الأهداف إنها تستهدف الحركة السلفية لدعوة والجهاد اللي هي كانت تذهب إلى مالي والنيجر وده كان لو نشاهد خريطة غرب إفريقي أيضا اللي هي آخر خريطة لأن ما أشرت إليه هناك تحرك عملي لا يلتفت إليه كثير من الناس هو أن الولايات المتحدة بالفعل قامت في شهر في الفترة من 22 أغسطس إلى 8 سبتمبر الماضي بعمل تدريبات في هذه المنطقة في مالي تحديدا شاركت فيها قوات من 13 دولة إفريقية منها دول إفريقية بدعوة محاربة الإرهاب المغرب موريتانيا، الجزائر، تشاد، مالي، بوركينة فاسو، سنغال، النيجر وشرق الدول الأوروبية زي هولندا، بريطانيا، فرنسا وقالوا أن الهدف من هذا التدريب هو أن تكون هذا نوع لما يسمى ما أشرت إليه أي مد إسلامي لكن قاله هو تأمين وصول المساعدات إلى دول هذه المنطقة هل أمريكا هنا تريد تأسيس جيش إفريقي؟ خاصة أن هناك تصراحات لوزير خرجال مصري في قمة أديسة بابا قال سيشكل فيلق إفريكا أو لواء إفريقي أمريكا تضغط في تشكيله هي أن أمريكا لا تغرز نفسها في حروب في هذه المنطقة وأنها تستخدم جيوش هذه الدول والأجهزة الأمنية فيها تقوم بتدريبها وهي تنوب عن الولايات المتحدة في تحقيق أهدفها هي الفكرة الأمريكية أن يكون لها وجود عسكري لكن له ليس وجودا كسيفا وجود ما يسمى بقوات تدخل أمريكية سريعة وده اللي حققتها منذ 2002 في قاعدة ليمونية في جيبوتي حيث أنه يبلغ عدد القوات الأمريكية الآن حوالي 1700 ولا أعتقد أن هذا العدد مرشح للزيادة بشكل كبير إنما حتى لو شفت في هيكلة الأفريكوم إنه عادة القيادات المركزية بيرأسها جنرال بأربع نجوم هو جنرال بأربع نجوم آه لكن نائبه من وزارة الخارجية في حالة أفريكوم نعم يعني إذن هي أسندت مهمة سياسية وديبلوماسية ليه؟ لأن هي هتتفاوض مع هذه الدول للدخول في اتفاقات عسكرية يعني عاوزة مفاوضات في هذه الحالة وبالتالي هتعتمد على هي بدأت تجمعهم بالفعل بدأت لعمل أحلاف واتفاقات وتدريبات حتى من قبل إنشاء أفريكا نعم هي قامت بعقد اتفاقات لتسهيل حتى التدخل والتدريب من جانب القوات الأمريكية لجيوش هذه الدول أنا لقيت تعبير دقيق جدا دكتور لكلامك ده قالته نائبة وزير المساعد وزير الدفاع اسمها في بريسا ويلان في تصرحات مشرت في منتصف أكتوبر قالت لا يجوز أن نكون نحن باستمرار فرقة للإطفاء فليس لدينا القدرة على الجري من مكان لمكان من مشكان إلى آخر لحل الأزمات عن الآخرين على الآخرين أن يكونوا فرقة الإطفاء الخاصة بهم لكننا نستطيع أن نساعدهم على تطوير قدراتهم هل هذا ينطبق مع نص مهمة الأفريكوم الذي أشرت إليه لا يعني هي شوف أمريكا لها خبرة سيئة في أفريقيا ونتذكر سنة 93 عملية ماقديشيو والإسقاط البلاك هوك وهذا المشهد السيء في أزهان الأمريكيين وبالتالي هي لا تريد أن تكرر هذه التجارب وتقع في المستنقع الأفريقي حتى لما حاولت تتدخل في الصومال تدخلت من خلال وكيل إقليمي وهو إسيوبي لكن أنا لأيت نيوزويك في عدد 18 سبتمبر بتقول أيضا أن تدخلها في إسيوبيا يعتبر تدخل فاشل وأخفقت أيضا للمرة في الصومال عفوا وأخفقت للمرة الثانية رغم استخدامها لوكلائية نبعا نحن يمكن لما نعود إلى سيناريو التفكيك ونشوف نتائج هذه السياسات سواء كانت سياسات الولايات المتحدة أو الصين لو عدنا الآن لنجمل المهمة الأساسية لقوات أفريقون وتأثيرها على القارة ودخول الولايات المتحدة الآن كشريك لأوروبا لأن الجيوش التي كانت موجودة قبل ذلك كلها في إفريقيا كانت جيوش أوروبية الآن ستتواجد أمريكا بشكل أو بآخر بشكل عسكري ما تأثير هذا على القارة؟ طبعا هو إعادة تقسيم القارة مرة أخرى بين نفوز قوة جديدة يعني النفوز الأمريكي من حصة من ستأخذ أمريكا؟ في تراجع طبعا على حساب الولايات البريطانية وفرنسا يعني هنا أعتقد هذا يكون على حساب أوروبا لأنها عملية تنافس اللي بيكسب فيها هو اللي بيفوز بالقدر الأكبر من الخيرات الإفريقية قاعدة التي أشرت إلى وجود الأمريكيين فيها في جيبوت هي قاعدة فرنسية أصلا هي قاعدة فرنسية لكن استخدمها الأمريكيين هل هناك توافق ما بين فرنسا وما بين الولايات المتحدة؟ طبعا فيه زي ما كان فيه اتفاق فاشودة مثلا هذا فيه توافق بين الدول الكبرى على اقتسام النفوز وسيطرة ويمكن دا ينقلنا أن الفرنسيين ما زال لهم قاعدة موجودة في تشات ولهم مصالح معينة وده اللي بيفسر لنا الموقف الدولي والأوروبي من أحداث دارفور الآن لو جئنا إلى الطرف الثالث وهو الصين الصين عقدت قمة في نوفمبر من العام الماضي حضرها أربعين زعيم إفريقي أو رئيس وزراء ووصفت بأنها قمة غير مسبوقة قدمت الصين نفسها للدول الإفريقية على أنها ليست دولة استعمارية وليست دولة تنهب خيرات إفريقية وإنما هي دولة شريكة مع الأفريقيين وقدمت مساعدات وشراكات مع حوالي أكثر من 20 دولة إفريقية إلى الآن أي أهمية هذه القمة؟ وما الذي تلعبه الصين في إفريقيا الآن في الصراع على مناطق النفوذ مع الولايات المتحدة وأوروبا؟ الصين أصبحت تالت شريك تجاري لأفريقيا يعني بعد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأنها تسبق المملكة المتحدة بريطانيا الصين تستورد تقريباً الآن حوالي 30% من احتياجاتها النفطية من القرى الإفريقي وبالتالي لو شفنا من 1999 كان مجمل التبادل التجاري للصين مع أفريقيا 2 مليار دولار فقط الآن 40 مليار دولار مرشح لأن يصل سنة 2010 إلى 100 مليون مليار دولار يعني قفزات قفزات كبيرة جداً تؤكد أولاً تاريخ الصين مع أفريقيا هو تاريخ باعتبرها دولة نامية وكان منذ مؤتمر باندونج سنة 55 كانت الصين تتمسك بمقولات أيدولوجية معينة مساندة الدول النامية حركة عدم الانحياز إلى آخر من المقولات لكن في آخر التسعينيات بدأت سياسة براجماتية جديدة في الصين تؤكد على أهمية تحقيق الأمن أمن الطاقة بالنسبة للصين وأمن الطاقة هنا إنها الاقتصاد الصيني اقتصاد نامي وينمو بسرعة عالية جداً فهو في حاجة إلى النفط فبدأ ما يسمى بالسياسة النفطية أو دبلوماسية النفط الصينية في أفريقيا بعض الدراسات التي كانت أشارت إلى التدخل الأمريكي في العراق وفي أفغانستان والقواعد الموجودة في أسيا الوسطى أن الولايات المتحدة تريد أن تحاصر ليس فقط الهيمنة والسيطرة على نفط هذه الدول ولكن تريد أن تتحكم في كمية النفط التي ستذهب إلى الصين وإلى الهند التي تشهد نوع من النمو الهائل ومرشحة للتنافس خلال عشر سنوات أو خمس عشر سنة مع الولايات المتحدة في أفريقيا ما هو الوضع الآن؟ على فكرة إحنا لو شفنا الاحتياطات النفطية هتجد أن دول شمال أفريقيا فيها احتياطات كبيرة يعني من النحية الواقعية الهيمنة ما تزال للشركات الأوروبية والأمريكية على النفط الأفريقي إذا حسبنا الشمال لكن هي ليبيا الوحدة 35% من أحتياطة النفط الأفريقي أنه في دراسة وقعت أو دراسة عملت في معهد كارنيجي هذا العام تبين أنه في بعض المبالغة والتهويل في الوجود الصيني في القارة الأفريقية أنه الغرب بيستكسر أنه الصين تدخل وتحصل على هذا النصيب الكبير لكن هي مش باش قضية نفط لكن الإعلام الأمريكي فيه تسليط ضوء كبير العدد الأخير من نيوزويك كله على الصين وعلى ما يمكن أوروبا الولايات المتحدة جميع مراكز الأبحاث ستجد دراسات تتحدث عن الاختراق الصيني الأفريقي الصين ونفط أفريقي الصين وتزايد النفوذ ما يسمى بالتوجه شرقا لأن الصين بالنسبة للأفرقى وبالنسبة لكثير من النظم هي حليف مأمون الجانب أولا هي ليس لها خبرة استعمارية ثانيا لا تهتم بالقضايا السياسية ولا المشروطية السياسية ولا قضايا الفساد ولا الشفافية الأمر الثاني بالنسبة لسياسة الصينية أنها تساعد في مشروعات البنية الأساسية بتكلفة قليلة جدا يعني الصينيين عندهم خبرة في إنشاء الطرق والسيكوك الحديدية الاستاذات الرياضية المباني الحكومية وبيدخلوا بتكلفة قليلة جدا يقل خمسة وعشرين في المئة إلى خمسين في المئة وأنا ذكرت في أحد الدراسات عن نظيرتها اليابانية والأوروبي بنفس المواصفات بنفس المواصفات ثانيا لأنه موظم الشركات الصينية هي شركات حكومية والناس يأخذوا في الموقع وبتكلفة قليلة جدا لديهم تصميمات واحدة ستاندرد يقوموا بها وبالتالي الأفارقة بيجدوا في الصينيين يعني حليف أسهل من الأوروبيين لكن أيضا يا دكتور معظم الدول الأفريقية الحليفة مع الولايات المتحدة وأوروبا دخلت في شركات أيضا مع الصين يعني عندي الجدوى الرقم 3 الآن بين الدول الأفريقية التي تعقدت مع شركة النفط الوطنية الصينية الجزائر موريتانيا أنجولا النيجر تشاد نيجيريا سحل العاج ليبيا غينيا الاستوائية برينسب الجابون الصومال كينيا السودان سوتومي برينسب كل هذه الدول لها شركات قوية جدا مع الدول الأوروبية عندي هنا نيجير التي تأخذ الولايات المتحدة 22% من نفطها منها الصين الآن تنقف فيها باستثمارات في منطقة الساحل تصل إلى مليارات دولار زنبابوي التي بسبب مجابي وتوزيع الأراضي والغربين يهاجمونه دخل الصينيين مكانهم فمعظم الأماكن التي فيها حتى الصينيين في إثيوبيا طبعا 90% من نفط السودان هم يحصلون عليه الصينيين فالصين الآن دخل في كتفا بكتف مع الولايات المتحدة والغرب في كثير من الدول هي أكتر تلت دول يمكن مهمة جدا هي السودان السودان نتيجة العزلة التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية عليها بنجد أن النفط السوداني تقريبا حوالي 60% يذهب إلى الصين يعني الشركة الكبرى اللي هي شركة النيل الأعظم هتجد الحصة الكبيرة هي لشركة النفط الوطنية الصينية ثم شركة بيتروناس الماليزية وكذلك شركة هندية إذن كلها شركات أسيوية فازت الصين أيضا بعقد كبير في نيجيريا نيجيريا دولة مهمة جدا وكذلك في أنجولا يعني لاحظ أن الدولتين اللي هم غير عربيتين أعضاء في منظمة الأوبك المصدرة للنفط هم نيجيريا وأنجولا أنجولا أحدث دولة إفريقية تنضم إلى منظمة الدول المصدرة للنفط إذن الصين بتحاول هنا تقدم سلاح المعونات والمساعدات غير المشروطة بشرط أنها تاخد حصص نفطية قدمت معونات ل27 دولة إفريقية غير مشروطة سياسية نعم لأنه الغرب دائما يطرح قضية حقوق الإنسان بس لم يعود هناك حقوق إنسان الآن في ظل التحالف الموجود بين الولايات المتحدة ومعظم الدول القمعية يعني عندي هنا الدول المرشحة كلها لاستضافة أفريقوم إذا رجعنا لأفريقوم كلها دول استبدادية وكلها دول قمعية يعني الولايات المتحدة دخلت في شراكة مع هذه الأنظمة القمعية كلها من أجل أن هذه الدول هي التي ستضمن تقديم المساعدات هي حكاية مصالح يعني مثلا على الرغم من التحولات التي حدثت في موريتانيا البعض طرح موريتانيا نعم رغم أنه يصعب الآن وصف نظام الحكم في موريتانيا بأنه استبداد يعني بالنسبة لأفريقوم الآن لو رجعنا كمنطقة أو مرتكس جديد للصراع العسكري أو المخططات للهيمنة على القارة ما هي أهم الدول المرشحة؟ في ظل أن هناك قلق من أربعة عشر دولة إفريقية في الجنوب من وجود قوات أمريكية في إفريقيا وأيضا من أن الجزائر بعدما كانت مرشحة للاستضافة غيرت الجزائر موقفها بسرعة رئيس الجاركان الجزائري لم يحضر التدريبات التي وقعت في مالي في شهر أغسطس وسبتمبر الماضي هناك قلق في المغرب أيضا من استضافة أفريقوم من هي الدولة الإفريقية المرشحة؟ أسمع لي أسمع الإجابة بعد فصل قصير نعود لكم بعد فصل قصير لمتابعة هذا الحوار حول الصراع الدولي على مناطق النفوذ والثروة في إفريقيا فابقوا معنا اشتركوا في القناة 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 أهلا بكم من جديد بلا حدود في هذه الحلقة التي نتحدث فيها حول إفريقيا وثرواتها والصراع حولها والتنافس بين الولايات المتحدة وأوروبا والصين على مناطق النفوذ وقد أسست الولايات المتحدة قوة عسكرية جديدة خاصة بإفريقيا تدعى أفريكم انطلقت في أكتوبر الماضي من أجل التنسيق والترتيب لما يتعلق بنفط القارة وأمنها أفريكم الآن هي مثار النقاش الكبير لازالت لم تتخذ مقرا في إفريقيا وتعتمد على ستوتجارد إلى الآن كمنطقة للتحرك هناك تقارير تقول بأن الولايات المتحدة كانت ترغب في أن يكون المقر في المغرب تقارير أخرى تحدثت عن الجزائر التي اعتذرت وحتى ربما أعادت حسابتها بالنسبة للمشاركة فيما يسمى بالفيلق الإفريقي دول شرق إفريقيا الآن هناك بعضها مرشح لهذا ودول الغرب من هي الدولة المرشحة؟ طبعا في بعض القيادات العسكرية الأمريكية مقرها داخل أمريكا لكن الولايات المتحدة ترغب أن تكون قيادة أو مقر قيادة أفريكم داخل أفريقيا ولا يوجد حتى الآن استقرار في الفكر الأمريكي حول المكان يعني هناك رغبة أن يكون في غرب إفريقيا في منطقة غينيا خليق غينيا الغنية بالنفط هناك من يتحدث عن شمال إفريقيا وأن تكون دولة عربية وده اللي طرح أسماء دول مثل الجزائر والمغرب وهناك الآن من يتحدث عن جيبوت وأن القوات أصلا موجودة في جيبوتي وبالتالي جيبوتي ليس لديها مانع من عبرت جيبوتي عن طريق وزير خارجياتها أنها لا تمانع في استضافة مقر القيادة العسكرية الجديدة لكن أعتقد ما هو الحرج لدى الجزائر والمغرب؟ الحرج هو عوامل يعني في اعتقاد الشخصي أنها عوامل داخلية يعني الجزائر تعاني من الحركات الإسلامية المتشددة وعادت مرة أخرى عمليات التفجيرات واستهداف الحكومة من جانب الجماعات الجهادية المغرب بعدما كانت تتغنى أنها بعيدة عن هذه الأعمال العنيفة وقعت ضحية أيضا لأعمال تفجيرات الدار البيضاء فإذن أعتقد أنها شعرت بالحرج من استضافة أن هذا نوع من الصداع وأنها غنية عن هذا أنها تقوم بالتنسيق مع الولايات المتحدة وأنها طرف في الاتفاقات العسكرية عمليات التدريبات والمناورات المشتركة فيعني أعتقد أنها ترى أنها بمنأة عن أن تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها اسمح لبعض الأسئلة من المشاهدين ردوان الكومين من اليمن سؤالك ردوان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي أحمد أريد أن أسأل الدكتور الحمدي عن الصين بأنها نجحت عن قيرها من الدول القربية في الهيمنة الاقتصادية في الجراء فيها بسبب مرونة سياستها ودعمها ألا مشروط ولكن كيف تستطيع مجح الصين في الهيمنة الاقتصادية في ظل وجود الجواعد الأمريكية في المنطقة مما يقلل تأمين الحركة الاقتصادية بين الصين وهذه الدول وأيضا المساعد الحديثة من الدول الأوروبية هل لأجل النفوذ السياسي أو مغزع عقائدي أم لأجل النفط أم لإستغلال الشعوب شعوب قارة أفريقية لبقرهم ودعوتهم لديانتهم وتكتيرهم تحت الشعار المساعدة الإنسانية عبر المنظمات المعروفة بإعدادها شكرا لك شكرا لك حماد المشهور من فرنسا سؤالك حمادي مساء الخير يا أستاذ مساء الله بالخير يا سيدي سؤالي لضيفك الكريم هي القارة الأفريقية نعرفها بخيراتها الكثيرة ولكن هل لها من عقول يمثلها في اتجاه الصحيح أم لا والسؤال الثاني لماذا هذه التبعية دائمة للمؤتمرات في إلشبونة وخارج أفريقيا وخارج العالم العربي وشكرا شكرا لك فهد عبد الحي من الكويت سؤالك يا فهد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أنا سعيد جدا أنه معكم على أهلا بي أهلا بيك سؤالك والجزيرة كان في الأهرام في مصر سؤالك سؤالك شكرا لأستاذ حمدي فورت سعيدة أستاذ حمدي أنه أنا تشرف لحضرتك أستاذ حمدي بالنسبة للسؤال هل دور مصر كان سقالها في أفريقي هقول لها حصة للهيمن نفس أوروبا والدول المتقدمة طبعا لا فبالنسبة للوضع الأفريقي هل بالنسبة للورموقين زي حضرتك إن شاء الله وكلهم دور للسياسات وتوضيح الشعب الناس المساهمين شكرا لك يا فهد معنى الشلال سؤالك شكرا لك محمد حمزة السودان سؤالك يا محمد تفضل أمثال خير مسك الله بالخير يا سيدي لو سمحت يعني السؤال يتعلق فيما يخص الأفريقي منذ الاستغلال يعني الغاد الأفريقي يتحدثوا عن الاستعمار والاستعمار الغديم ثم مرة أخرى كان الحديث عن الاستعمار الحديث في شكل اختصاب وكذا فالسؤال هل بإمكان أن يكون القادة الأفارغة عندهم شجاعة باعتبار أنه يتخذ غرار بقيام واحدة اختصابية أفريقية بحيث أنه تجعل الأفريقي عندنا تتغدم وتمشي إلى الأمان بغض النظر عن الوضع السياسي الأغائم في إقارة المشاكل ومن كذا شكرا لك أنا ربما السؤال المهم من حمد المشهور لماذا كل هذه المؤتمرات عن إفريقيا وهل هناك عقول إفريقية أيضا تستطيع أن تنقذ القارة بدلا من أن القارة الآن عاملة زي الفريسة اللي الكل بينهش فيها طيب وأين أصحاب هذه الفريسة البعض يتحدث عن أن النفط نقمة بالنسبة للأفريق لم يستفيدوا به يعني نيجيريا هذه الدولة الغنية حجم الفقر فيها أقول لحضرتك نيجيريا بمناسبة نيجيريا 45% من البترول النيجيري يسرق ما بين عصابات في منطقة دلتا ناجر يسرقوا النفط من أنابيب النفط وبالتالي فيه فساد ضخم جدا بالنسبة للنفط الأفريقية أنت بتكلم عن 45% نصف صروة البلاد يعني إذا خدنا إذا استثنينا دول شمال أفريقيا 51% من الأفريق يعيشوا تحت خط الفقر رغم هذا السراء الكبير الأخ الذي تحدث عن العقول الإفريقية الجامعات وفقا لبعض الإحصائيات 23 ألف محاضر إفريقي يترك جامعاته في أفريقيا ويهاجر إلى الخارج سنويا هذه وفقا لبعض يعني العقول الإفريقية كلها وإن كان لدينا حلقة قبل أسبوعين حول هجرة العقول أيضا ومع الدكتور فاروق الباز نعم ولذلك البعض هنا يتحدث أن تشاد دولة غنية بالنفط وتصدر نفط شركة الشركة الوطنية الجوية التي عندها طائرة واحدة لا تستطيع أن تصل إلى جنوب البلاد يعني هناك فقر متقع وأن الدول الإفريقية لا تستفيد بهذا النفط وأنا عاوز أقول الشعوب تقصد لأنه واضح الآن أن في عملية نهب النخب وحتى الدول الغربية والشركات الغربية مشاركة في عمليات الفساد تلك لأنه اقتصاديا لما طلع البترول في هولندا في بحر الشمال واعتمدوا عليه وماهتموش بتوزيع وتنويع الصدرات ظهر ما يسمى في علم الاقتصاد بالمرض الهولندي المرض الهولندي وينطبق على الاقتصاديات التي تعتمد على يعني صروة طبيعية معينة صروة طبيعية معينة لأنه ممكن تخلص ممكن تكون عرضة لتقلبات الأسعار العالمية فهنا الدول الأفريقية لم تهتم بعملية التنمية المستدامة أنها تدخل في مشروعات تنموية حقيقية والحكومات كما رأينا دخل في أحلاف أمنية مع الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على عروشها وليس هناك مشروعات تتعلق الأخ اللي سألني أيضا عن الصين نعم الصين هي بتسعى إلى تحقيق مصالح ومنذ عام 2005 حدث تطور كبير جدا بالنسبة لبعض الصناعات الأفريقية التي لم تقوى على منافسة الصين وبصفة خاصة صناعة المنسوجات نعم يعني في دول مثل ليسوتو جنوب أفريقيا زنبيا هناك العديد من المصانع التي أغلقت أبوابها نتيجة المنافسة الصينية يعني هنا في مشكلة حقيقية الصين تقدم منتج رخيص بالنسبة للمواطن العادي الأفريقي يعني في قدر لكن في نفس الوقت بتؤثر على صناعات صادقة الدول وصناعات الوطنية الناشئة نعم فهذه مسألة فعلا يعني تحتاج إلى يعني إلى أنه الدول الأفريقية تنظر فيها أيهما أفضل أن نحمي صناعات الوطنية أم أن أنا أسمح لهذه المنتجات الصينية بأن تغزو الأسواق الأفريقية وتحقق حاجات المستهلك الإفريقي البسيطة سأعطي لكل مشاهد من الذين على الهاتف 30 سنية رضا الشريقي من تونس سؤالك رضا السلام عليكم عليكم السلام سؤالك يا رضا سؤالي باختصار هو ما هو نصيب العرب من 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 الأطماع التسعرية نحو إفريقيا ما هو نصيب الدول العربية منها خلصة دول عربية موجودين في إفريقيا شكرا العرب عفوا شكرا لك شكرا لك أدم صالح من إريتريا أدم سؤالك أهلا أستاذ أحمد هل أعطي بيك سؤالك ده رسألنا بخصوص يعني طبعا إريتريا ويسيجا فجأة يعني في 98 ولعت حال بطاقنا يعني نتحدث فيها العالم كل يعني بأسرية نعم يعني حتى الآن ما فيش حال يعني بالنسبة هل هي نفس الخطة البترولية سنرى الحل إسماعيل عبد الكريم من الجزائر سؤالك إسماعيل إسماعيل بقي طويلا على الهاتف ثم ذهب إريتريا وأوثيوبيا هنا القرن الإفريقي أعود إلى القرن الإفريقي الكبير ولدي خريطة خريطة القرن الإفريقي الكبير إريتريا جيوبوتي إثيوبيا كينيا أغاندا رواندا بروندي تنزانيا والصومال هذه المنطقة المليئة بالصراعات وعلامات الاستفهام وأفكار التفكيك والتركيب وإعادة صياغة المنطقة كيف تنظر إلى مستقبل هذه المنطقة الحقيقة لست متفائلة لأنه إذا أخذنا هذه المعطيات كلها الوضع الراهن بالنسبة لدول إفريقية ما يحدث في القرن الأفريقي الصغير وجود إثيوبيا في الصومال عدم وجود حكومة مستقرة في الصومال تفكك السودان يعني أنا أرى أن السودان إلى الانفصال هو أقرب السودان السودان يعني لو خدنا السودان وأنا أقول هذا بكل حب السودان دولة غنية جدا فيها 120 مليون فدان قابلة للزراع لا يزرع منهم إلا 16 مليون دولة غنية بنفطها غنية بثرواتها بثقافاتها فالوحدة الجامعة للسودان هي أفضل تصبح قوة إقليمية لا يستهان بها لو أنا ذلك أتحقق لكن حينما تنظر إلى واقع الحال وإلى فرقاء الأمس وحلفاء اليوم لا أرى أن الثقة قد حدست بينهما أي بين الجنوب والشمال يعني المفترض باتفاق الاتفاق الشامل اللي هو ينتهي عام 2011 أن يكون جاذبا للوحدة لكن لا أرى شيئا تحقق يعني عوامل التقسيم قائمة أكثر من عوامل الوحدة قائمة وأنها سهلة يعني الآن وهذا هدف استعماري جديد كما يقال فده يؤدي إلى إيه هيؤدي إلى دخول المنطقة ككل إذا أخذنا الصومال في عمليات هندسة جيوستراتيجية جديدة يعني الآن الأمريكان يفكروا في الاعتراف بجمهورية إقليم الصومال الشمال على أنها مستقرة وأن هم موجودين في جيبوتي وبالتالي لابد أن يكون بفرض مناطق أمنية له واضح أنه فشل بعد سنة من الاحتلال فشلت إيثيوبيا في تحقيق الأمن في الصومال ولن يحدث ذلك إيثيوبيا قالت خلال شهر سنرتب الوضع ولم يحدث ذلك وبالتالي إيثيوبيا نفسها معرضة لأن يحدث فيها حركات مقاومة وانفصال هي الأخرى عمليات تفكيك لأن إيثيوبيا هي دولة زاد طبيعة إمبراطورية بمعنى أن فيها ثقافات وشعوب مختلفة يكفي أن فيها منطقة الأوجادين مناطق العفر ولهم امتدادات في منطقة القرن الإفريقي فهذه كلها هتجعل المنطقة وإذا أخذنا أيضا الوجود الدولي في غرب السودان هيؤدي إلى إعادة تفكيك وتركيب المنطقة السوناريو الأول الذي أنا ممكن أرى قائما هو تركيب لبعض المناطق على أساس الانتماء الجغرافي يعني مثلا في الحالة السودانية يمكن أن تكون هناك دولة زاد توجه أفريقي في الجنوب علماني لا في كل السودان ويتم بتهميش الشمال بتأثيراته العربية والإسلامية وهنا هذه ممكن تكون نموذج البعد الإسلام نحن مركزناش عليه أيضا في الحوار وأيضا يبدو أن منطقة هذه القرن الإفريقي الكبير بحاجة إلى حلقة خاصة في ظل التداعيات الكبيرة لأن الوقت للأسف انتهى وبقي كثير من المشاهدين أيضا لديهم تساؤلاتهم واضح أن موضوع إفريقيا هناك تعطش حتى لدى المشاهدين في فهم كثير من جوانبه وليس هناك اهتمام إعلامي كبير يبدو بتناول أنا حييك سيد أحمد على إشاعة هذه المعرفة العلمية بالقرن الإفريقية ونحن في حاجة إلى بث هذا الوعي عربيا أعتقد نحن بحاجة إلى منطقة القرن الإفريقي الآن أن نتحدث عن سيناريات التفكيك والتركيب المرتقبة في المنطقة في ظل عام من الوجود الإثيوبي في الصومال تفكير أمريكا في الاعتراف بجمهورية شمال الصومال التفكير في عملية أيضا تقسيم السودان وربما تقسيم إثيوبيا أشكرك شهرا جزيلا كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم آملين أن نكون قد أضفنا إليكم بعض الأشياء الهامة عن إفريقيا في الختم نقول لكم تحياتي فريق البرنامج وهذا أحمد منصوري وحديكم بلا حدود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر